اشتركوا في القناة ننطق حرف الجي بهذا الصوت جي إذا أتى بعده أحد هذه الحروف حرف الإي مثل هذه الكلمات جل جيو جينر أو حرف الآي مثل هذه الكلمات جست جيبسي جينجر أو حرف الواي إذا أتت بعده هذه الكلمات جيم جيمنيجيا جيبسم اللي هو معناها الجبس إذن ننطقه فقط كحرف جيم يشبه حرف الجي بالعربي وحرف جاء في هذه الحالة رغم أنه كثير من الكلمات شاذة مثل كلمات جرل بنت هذه كلمات كثيرة ما تشث في هذه القاعدة المريح في هذه القاعدة أنه باقي النطق حرف الجاء مثل كلمات جاد جم غالف جيت جراب جرل يعني أي حرف يتبع حرف الجي ينطق جاء بعد ذلك إذا ما أتى وراء حرف الإ أو الآي أو الآي أو الآي فلن ينطق جاء أبدا وهذا هو اللي بسط الموضوع طبعا الكلمات هذه تعتمد على الحفظ الممارسة يعني إذا كنت تعرف كلمات مثل كلمة جر الفتاة خلاص ما لح تخطي فيها لكن خلل القاعدة معك إنه ما ينطق حرف الجي بهذا الصوت جاء إلا إذا أتى بعده هذه الحرف الثلاثة E و I و Y وثبت القاعدة هذه عشان الحرف الجاي هو الحرف الأصح في هذه القاعدة